فبغينا هاد الحرية ديالي داخل منظومة الأسرة هي تقوي العلاقة الأسرية والعلاقة الزوجية اللي من بعد هذي تقوي مباشرة العلاقات الاجتماعية ديالي في منظومة المجتمع أولا هذه الحاجة اللي احنا دائما يعني تنبحتوا عليها أنني أنا كزوج وزوجة نكون في وسط المجتمع كنظهروا بواحد صورة إيجابية قوية مشيت عند والدية مشيت عند العائلة قلسنا وسط الناس وخمتا نعرفهم مش نبانو ذاك لكوبل المنسجم المتفاهيم اللي كنحطار مو بعضياتنا اللي كنقدروا بعضياتنا اللي كن يوهاتش يقباش هدي نوصلولي إلا ما كناش كن احترموا الحرية تشخصية ديالنا إلا خلاش من ساجمين أنا لأن هذا الانسجام هو ماشي واليد هير المحبق لأن الحب هو شعور وهاتش شعور باشي هدي تنمى بهذاك الاحترام ديال هادك الحرية ديال هادك الطرف الأخا كيف مفصلناها قبل في بعض الأمور ولو الدقيقة يعني في الأشياء البسيطة ولكن هنا فين كتجلاد رقيد العلاقة وبالتالي الصورة اللي هدي تبرز ولي هدي تظهر داخل المجتمع أول شيء هدي تكون واحد الصورة إيجابية اللي جميع الناس هدي يشوفونها كنموذج وهذا شيء اللي ما كنش زوج وزوجة ما تقلبوش إليه وخاصة في وسط العائلة تقولوا شوف حنا بغينا نبقاهم زيانين والدليل هو كتل قبعد الناس رغم المشاكل اللي تيعيشوها تحاولوا يعتم هات الصورة هذه تحاولوا وسط العائلات ووسط الأسر ووسط يعني الناس في المجتمع يحافظوا على ذيك العلاقة اللي كتبان بأنها علاقة زوينة ولكن علاش ما نخدموش إليها باش تكون علاقة حقيقية ديال الإنسجام والمحبة فيما بين هاد الزوجين ثم الشيء الآخر من هدي نتكلموه على المجتمع أرحلة نتكلموه على القدوة هادوك الشباب دابا اللي هما يا الله مقبلين على الزواج فنظرنا جميعا شنو هو اللي كيخلي دابا الشباب كيف قلنا قبيلا كين شوية ديال عدم الفهم الحرية وكذا ودال عزوف ولكن راح في نفس الوقت راني ما لقيتش واحد القدوة ديال واحد الكوبل اللي نشوف نقول يا شوف هاد الناس كيفاش عايشين كزوجين علاش تأنا ما نزوش ونعيش بحالهم قد تلقى الغالب دابا ديال أزواج المشاكل الحروب تقول لك انا نزوج نعيش المشاكل دابا اللي الزواج مرادف لكلمة المشاكل في الحياة إذن هنا راحنا كزوجين بغينا أقول لك راهنا كنشكلوا واحد القدوة في المجتمع للشباب والناس المحيطين بينا واللي قرب منا فأنا مني كان نخدم على بناء العلاقة ديالي مع الزوجة ديالي فأنا أوتوماتيك متنبني واحد القدوة إيجابية للشباب اللي وأولهم ولادنا راح دابا بزاف دالوليدات كيشوف الوالدين ديالو ما منساج ما تقول لك واش الوالد والوالدة الأب والأم كنشوف هنا شنواق أبناتهم النوضان نتزوج وانا مش يحمق وولاد زوج ما كي نزوج حتى فأتا كي يوصل لواحد السين متقدم تقول لك ودابا ما اندي مانديك صافي خصنان ديالوليدات لأن هذا الحاجة النفسية وده كل الحب ديال الأبناء وكذا الغاليزة كيف ما قلناه الفطرة للإنسان تامين إلى استقرار وبناء أسر لأن التالي كيبقى غادية فهذا رتيعية رتدك الباب رهما ما مخدام شراكي عياء الإنسان كذلك في البناء ديال المجتمع ولا في الصورة اللي ممكن يقدم هات الزوجين من خلال هات العلاقة ديال الاحترام ديال الحرية الشخصية فيما بينهم أول ما هالي شي يكون عندي داك النمداجة لأن لاحظ معايا إلا كان عندي كل جوج الناس كيتشابهم مع جوج الناس وحد آخرين إيه واشنو أنا أقول لي كوبي كولي لكن لك الاحترام للخصوصية الفردية ديال كل كوبل إذن هات جوج الناس ككوبل هات يكونوا كيبدعوه كيعطيونا واحد نمدازوين في واحد الاتجاه مؤين هات الناس الأخرين كيعطيونا حاجات أخرى نعطيو أمثيلة مثلا كين واحد الكوبل اللي كيحتارموا بعضياتهم ويحتارموا الحرية الشخصية بعضياتهم فكتلقى أن هاد الراجل ومراته ساطعوا أنهم يكونوا خدامين بجوج وكيمارسوا مثلا واحد الميهن نابيلة في حياتهم وحافظين على العلاقات ديالهم وكنشوفوا أن يمكننا مرة تخدم وراجل يخدم وتمشي المسيرة للحياة الزوجية مزيانة واحد المرة وحدها قلت لك لا أنا بغيت نقلس في الضار أنا ما بغيتش نخدم وبغيت نعتني بوليداتي وحريتها هي اللي بغيت وكنشوفوا أنها وخا قاسة في الضار ماشي معانيتها قاسة خدامة في الضار وتمارة كيف ما تنقوله لا تلقاها تباك الله في واحد المستوى وقارية ومتقفى ومتبأة مثلا تكوينات ومهتمة بنفسها وقدر أشياء جميلة بحيات أنها وخا قاسة في الضار إلا أنها كانت حرية شخصية وعطتنا واحد النموذة جرائع دي المرأة اللي كانت قلس في الضار إذن هنا ما بقاش عندي ذاك النمداجة اللي كان بقا نقول واقع المرأة اللي خداها مرأة عندها مشاكل أولا المرأة اللي قاسة في الضارها هتو عاني وأشي ماشي صاوب لأن القضية رأي ماشي في القلوس في الضار وماشي في الآمان هي قضية فاش واش أنا قلست اختيارا واش أنا خدمت اختيارا وإلا خدمت وإلا قلست في الضار واش باقي المسؤوليات والواجبات ديالي راني كان قوم بيها وعندي تفاهم الزوج ديالي والزوج ديالي يحترم الخصوصية ديالي وهكذا وهذا هو الأساس كذلك من المظاهر تجلي هاد الحريات الشخصية في العلاقة بالمجتمع الشيء الجميل جدا واللي احنا ما نكرهوش يعني لو أن الزمان يعود بنا إلى الوراء ونعود نعيشو هذا الزمان الجميل هو نبدأ ونشوفوه هذيك الأسار اللي فيها الأبناء مزوجين بولداتهم على الجد والجدة والعمات والخالات في بيت واحد ده بالحمد لله كانت إمكانية ده بكتلقى العمارات كتلقى العمارة فيها ثلاثة عرب أخمسة ديال ليطاج ولكن مسدودين علاش لأن الأب والأم كان كي يطمح في يوم من الأيام أن أولاده يسكنوا معاه ويتجوجه إلا أنهم في مجرد ما تجوج الولد الأول ولا البنت الأولى قال لك لا أنا مراتي ما تتفهمش مع أمي وخرج من دار ومشاكرا ولا شرى دار وبوحده وأسس حياة مستقلة وكي يجي يشوف والده ما رفع مش حال وعادينا ما كانش في مدينة أخرى ولا في دولة أخرى وهذا خلى العلاقة الجيمعية ديالنات يوقع فيها حتى الشرخ كبير لأنه نحن نعرف أنه زمان وكان هضار على الزمن الجميل عفاش كانوا الأوسار هاد المنظومة ديال أنه تسكنوا مع أولاده والأزواج والحفايد وكده را كنا نشوفه يعني الأم كان أستدعال أقل تي بعد تي يعيش معهم الإبن اللي بكك نعم البنات اللي غريبا تيخرجوا من الضاق ولكن الولاد كي يبقا وكانلقى الأم علش دب الأم مش حالة دي كانت كتربي أشرت لولاد 14 الولد كانت أنا كان سيدات 11 الولد 12 الولد ولد وبنات يعني وشابة ومهليا فراصها وما لا تتضمر من الأبناء دبا أنه هي وليد ولا جوش تتلقى الأم بدك يخرج لها فرصة بسبب بتقول لك أنا المشاكين وما عرفتش نربيهم مسؤولية مسؤولية كبيرة وكان الفلوس وكان البيت الواسع وكان كل شيء ولكن هنا شنو اللي اختلف اختلفت واحد المسألة اللي أساسية اللي هي أن في هديك المنظومة ديل هديك الأسرة الممتدة الكبيرة اللي في هدي الناس هذا وكاملين كان ذلك الحتيرام وكان ذك التقدير كان ذك الضقص ديل هذا العيش داخل ذك البيت الواسع بواحد بواحد الحب واحد التآذر بواحد التضامن بواحد التعاون حيث أنا ولداتي كل شي كيرب بهم ماشي أنا بوحدة ما كان حش بهم أصلا شو دب هاي المرة مني كتولد كتبدأ تفكر شكون هاي يقلس لها مع ولدات شو حال هادي لنا كل شي كي تعاون وكانت واحد الحاجة اللي يزوينا كانت الحترام للآخر لأننا وخد تقدم تكنولوجيا دابا والحادثة اللي تنعيشوا فيها إلا أننا بدنا نفتقدوا هذا القيم ديال الاحترام ديال التقدير ديال الاهتمام ديال الوفاء يعني مجموعة من القيم ولات الفردانية ولات الأنانية ولات الإنسان كي يهتم بيب المصالح دياله الشخصية وخطر جدا إلا تكلمنا على زوج وزوجة وكل واحد كيفكر هي في راسه لأننا دا بسنا نتكلم على بين مجتمع وهذا المجتمع رات يتبنى بأول حاجة بدك العلاقة ما بين داك الزوجة والزوج باش يكونوا هما بعدها كي يشكلوا داك النموذج للوليدات للأسرة للمجتمع وعاد من بعد هذا الشي كامل داك ما فشت تحقق هذا المنظومة هذي كيف أنا حاولت نوصف هذا بالآن الأطار ديال كل فرد كفرد ماشي كزوج كفرد هو مع الناس عموما كانوا كي أرفوه ولا بعاد إليه ولا قراب منهم ولا أصديقة ولا هير ما عارف بعيدة ولا هير عمال كي يصبح تأثير أكبر وفعالية أكثر وإنتاجية أكثر علش الزمان كانت كان الإتقان علش الزمان كانت الجودة شحل هذه ما كانش هاش اسميتها هذي واش مزيانة أصلية ولا غير أصلية كين هي الأصلي الكل يشتغل بالجودة والإتقان حيث النفوس كانت مرتاحة سبحان الله أنا كفرد في المجتمع مني كان نمشي نخدم كأستاذ كموضف كعامل نظافة أي مهنة من المهن كان نمشي كان نخدمها من قبي لأنني مرتاح عندي بيت عندي أسرة عندي احترام من الناس ليها شوف أنا تنعقل أنا كنت طفل وكنا كان نمشي والفاس وفاش كان بغيرو نصافره في الصبح كان نوضه في الصبح بكريه كان نوضه وكان خرجوه في ذيك الأزيق قادية المدينة القادمة دي الفاس فإذا بنا كان لقوا ذك عمان نظافة اللي كيدوره كان لقى ذك السيد كيفاش داير واحد نقا واحد اللباس يلابس وكيفاش يخدم وكيفاش ينظف وكيفاش يقع لك التحية والناس كيفاش يحيوا بعضياتهم وأنا كنت كان استعجب تنقول كيفاش أن الأب ديالي ما ساكنش في هذه المدينة وإحنا نحن ساكن في الضار البيضاء وكان نمشي والفاس كزيار لعائلة فكان شوفه يسلم على ذلك الناس وتنقول هذا عامل نظاف ويسلم عليه بحالة يعرف بحالة صادقة دياله لأنه كانت هذه المبادئ ديال الاحترام والحب ديال المهن كانت مسألة وهذا شي نابع من كون ماذا أن الإنسان اختار هذه المهنة هو ماشي يدير عامل نظافة حيث مقهور حيث مالقامة يدير لا هو مشالها لأنه يحب هذا العمل وتعتبره واحد الواجب يقوم به توجه الوطن دياله توجه مثلا هذا الحوم اللي ساكن فيها توجه الناس اللي هم معاه في هذه المدينة وكذلك الصانع وكذلك الموضف وكذلك الأستد وكذلك الأم في بيتها كانت المنظومة القيم عندها منظومة قوية جدا وكانت نطالق من هذا الموضوع ديالنا اللي هو اليوم موضوع صراحة مهم أن الإنسان يحس بأنه فعلا حر حر وعنده حرية اللي مضبوطة بضوابط ومرجعية وبقوانين وبنظام اللي ما تتأداش على الآخر وما تتأديش الآخر وهنا ترجمة نانسي قنقر